صحف العالم طبعا تحدثت عن فوز المنتخب المغربي على المنتخب الأسباني ماركة الأسبانية قالت فشل زريع تكلم على المنتخب الأسباني طبعا وقالت المغرب ترسل أسبانيا سريعا إلى أرض الوطن أما صحيفة إياس فقالت أسبانيا تموت مجددا كما حدث في روسيا لعبة الألف تمريرة استضمت بجدار مغربي منيع صحيفة موندو دوبورتيفو الأسبانية أيضا قالت أسبانيا تودع المنديال برقلات الترجيح والمغرب تصنع التاريخ صحيفة سبورت الأسبانية أيضا قالت رقلات الترجيح تقتل أسبانيا والمغرب صنعت التاريخ أما ديليميل الإنجليزية فقالت أسبانيا خارج كأس العالم وبونو كان بطلا بلا منازع بثلاث رقلات ترجيح ليكتب التاريخ مع المغرب موقع دلستار الإنجليزي قال يوم رائع بونو يتصدى لكل رقلات الترجيح ويقصي أسبانيا من المونديال جاردين الإنجليزية قالت المغرب تصعق أسبانيا وتقصيها خارج كأس العالم وبونو كان البطل بلا منازع من إيطاليا لجزادة الإسبور قالت منتخب المغرب مزهل بعد إقصاء أسبانيا وكتابة إنجاز تاريخ للعرب وأفريقيا صحيفة ديليسبورت أيضا الإيطالية قالت المغرب تطير إلى الربع النهائي وترسل أسبانيا إلى بلادها سريعا ده فيما يخص مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الأسبانيا